دعوني أخذكم للحدث المهم جداً ومباراة منتخب مصر ضد السنغال في نهاي كأس وهم الأفريقية ودعوني أدخل معاكم على طول زي ما احنا متعودين في نقاط القوة والضعف لمنتخب السنغال السنغال دي بقى يا سيدي تاني أقوى هجوم في البطولة بتسع أهداف بعد الكاميرون رغم أن هما سجلوا جول واحد بس في مرحلة المجموعات يعني السنغال تأهلت لدور الستاشر بجول واحد بس من راكل الجزاء متأخرة ضد زمبابوي جول واحد بس في مرحلة المجموعات كان كافي ان هم يتأهلوا لدور الستاشر بس السنغال سجلت 8 أهداف في مرحلة النوكاوت والكاميرون سجلت 7 أهداف في مرحلة المجموعات و4 في مرحلة النوكاوت يعني السنغال حاسمة أكتر من الكاميرون الكاميرون صحيح هي سجلت 11 الجول طبعا ما بكلمش عن ماش الكاميرون وبوركينا فاسهم الن suspected لأن ده ماش يعني إضافي ده ماش زيادة عن اللي لعبته مصر وللعبته والثمغال لكن الكاميرون قبل ماتش بوركي نفسه النهاردة سجلت 11 جول فمن 11 جول دول 7 في مرحلة المجموعات و4 في مرحلة النوكاوت السنغال العكس 1 في مرحلة المجموعات و8 في مرحلة النوكاوت تمام طيب متوسط تزديدات السنغال 13 تزديدة في الماتش الواحد والسنغال بقى عندها نقطة قوة مهمة جدا يا معلم تعال اقول لك عليها وهي ان السنغال صحبت اكتر تزديدات من جوة منطقة الجزاء ما بين منتخبات البطولة كلها طيب ازاي بقى 63% من تزديداتهم من داخل منطقة الجزاء التسعة اهداف كلهم اللي سجلوهم في البطولة من داخل منطقة الجزاء يعني اهدافهم ما بتجيش من تزديدات من خارج منطقة الجزاء ما بتجيش بطرق غير ان هم بيتدرجوا بالهجمة لحد ما يوصلوا منطقة الجزاء المنافس وبيسجله ده طبعا واضح جدا ازاي دي لعيبة كرة تقيلة جدا وزاي منتخب السنغال منتخب تقيل جدا تمام مشي طيب يبقى هم يسجلوا تمن اهداف من لعب مفتوح لحد ما بيوصلوا لمنطقة الجزاء وجول من ركل الجزاء ضد زمبابوي تمام مشي عندهم بقى حاجة تانية ميزة تانية ويا استغلال الكرات السابتة من التسع اهداف اللي سجلتهم منتخب السنغال تلت اهداف من ركنيات فده طبعا رقم مهم جدا يعني تلت اهدافهم من ركنيات مشي يا سيدي مشي الجول الاول ضد غنية الاستوائية بقى لانه ده من اجمل اهداف البطولة رغم ان هو مش حلو شكلا لكن الجول الاول ضد غنية الاستوائية جالهم بعد عشر تمريرات من منطقة جزاءهم لمنطقة جزاء غنية الاستوائية فانتو شايفين التدرك بالكورة عامل ازاي فهو منتخب حلو جدا في فكرة انهم عندهم لعيبة كرة طوال وما مختلفين عن اي منتخب بصراحة لعبنا يعني احنا برضو هحكي لكم عن طريقة لعبهم بس برضو من ضمن القوة الهجومية للسنغال انهم عندهم تنوع هجومي كبير ازاي انهم عكس الكاميرون الكاميرون سجل لها فينسنت ابو بكر واي كامبي بس ال 11 جول بتوعهم اما السنغال سجل لها 6 لعبين 9 اهداف سجلهم 6 لعبين وطبعا هدفهم بتلت اهداف ساديو ماني ماشي السنغال بقى سيدي بتلعب بطريقة 4-3-3 زي منتخب مصر بالزبط وطبعا عندهم رقم هايل جدا انهم مخسلوش من 18 مطر وبتحديد من الخسارة من المغرب وديا في اكتوبر 2020 تمام؟ منتخب السنغال بيلعب بنفس طريقة لعب مصر اللي هي 4-3-3 فدايما هتلاقي الثلاثة بتوهم جوه منطقة الجزاء لانهم عكس الكاميرون الكاميرون لما كنا نتكلم عنها بيعتمدوا على العرضيات للثناء اللي جوه منطقة الجزاء فينسنت ابو بكر واي كامبي السنغال مش كده السنغال ما بتعتمدش على العرضيات السنغال بتعتمد على الكرة على الارض بيحاولوا على قد ما يقدروا انهم يوصلوا الكرة لمنطقة الجزاء المنافس ومنطقة الجزاء المنافس بقى بيسجلوا منها فعندهم دايما تلاتة جوه منطقة الجزاء بيحاولوا انهم يتدرجوا بالكرة علشان يوصلوا لهم الكرة جوه منطقة الجزاء مش هجوم السنغال ايه بقى ارقامه 44% من ناحية الشمال اللي هي ناحية ساديو ماني 34% آسف 44% من ناحية الشمال اللي هي ناحية ساديو ماني 34% من ناحية اليمين 21% من العمق مش طبعا انا يعني ايه الاسماء انتوا عارفينها يعني عندهم بامبا ديانج مهاجب مرسليا مع فامارا ديديو ده مهاجم الاتيا سبور وساديو ماني مهاجم لوفربول دول الثلاثي الهجوم الاساسي بتاعهم معهم بقى اسمع ايه لصار مهاجم واتفورد وبلاي دا مهاجم فياريال دول اللي بيشاركوا احيانا ضمن الثلاثي